ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب بكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج القوس وتوقعات النص التاني لشهر فبراير لعام 2021 برج القوس عندنا خلال النص التاني هيكون فيه حاجات كتير افضل خاصة مطلع الاسبوع التالت هيكون فيه موضوع بيترتب عليه احداث كتير مهمة واجواء سعيدة عندك فيه مشروع هيبقى فيه ضربة حظ يعني لو انت عندك داخل مشروع او عندك برصة او عندك حاجة لها علاقة بيه الحاجة الموسمية او حاجة لها هيكون من الاخر فيها تميز فيها مكسب يعني فيكون ده شيء رائع جدا بس داره يعني ايه يعني خبه يعني اللي هو من الاخر ما تخليش الكل يهفلك في الحاجة دي عين على الحاجة دي بشكل قوي جدا برج القوس عندك برضو من الحاجات المهمة جدا خلال النص التاني وهي تحسين العلاقات موضوع كان بايز تماما موضوع كان فيه خلافات كتير شدية لا مش موافق لا موافق لا فيه شدية فيه عند فيه فيه تقبر فيه بعض الامور سواء انت او طرف انت فيها او الطرف الاخر ايان كان الطرف الاخر ده صديق قريب ايان كان حبيب ايان كان برضو فعندك لا هيكون الامور بتوصل الى مصار صحيحة يعني الدنيا تبدأ معنا تتحسن الدنيا تبقى معنا افضل هيكون فيه اجواء لا بتمشي بشكل حلو عندك بدايات خلال النص التاني يمكن على فكرة البدايات دي انت مش راضي عنها الرضا الكامل ولكن بدايات فيما بعد هترضى عنها الرضا الكامل هتقول يا احنا كنا فاهمين غلط ولا ايه فهتبدأ الامور تمشي معاك بشكل لطيف وحلو عندك كمان ان فيه بعض الاشخاص اللي هيكون او الصدقات اللي كان فيه مشاكل او خلافات هتبدأ الامور تتحسن بس انا عايز احزر من حاجة من خلال الصدقات الامور اللي هتتحسن بسبب انت عندك مركزك علم سواء وضع مهني انت صارت فيه لان عندك ترقية عندك مكسب فبالتالي فيه اصدقاء هقربوا منين عشان خطر الموضوع ده يبقى بلاها خلاص كبر دماغك منهم قولهم مش عايز اعرفكم تاني يا بنا ادمير حلو كده فتزي لوقتة مهمة جدا جدا يا برج القوس طب برج القوس تعالوا نتكلم على جزئية جزئية الوضع المهني عندك فيه انتصار فيه مكسب لو انت بتشغل في حاجة موسمية او حاطت فلوسك في حاجة لها علاقة بعائد معين لا هيكون فيه مكسب ليك فيه عندك بداية اسم منتج بيعلى مشروع بيكسب فعندك ده عندك كمان فيه ترقية لاصحاب المشاريع اللي هو او اللي شغال في مكان او في شركة فعندك فيه ترقية زائد كمان انك بتدور او ما زلت بتدور على ازاي يعلم النفسي اكتر ازاي ان انا اقبر ازاي ان انا زود الدخل بتاعي عندك ده بشكل قوي قوي من التفكير عندك كتير بتفكر في حاجات كتير عندك فيه زيارة لموضوع مهني لشراء ارض لعلاقة مهنية او شراقة مهنية لها علاقة بيه ان انت عايز تعمل شيء جديد عايز ان انت يعني تعمل مشروع حاجة عايز تنجح في حاجة فبتدور على ده جدا فاذا انت عندك مشوار عندك طريق بتمشي عندك سعي وراء انك تعرف شيء جديد عشان تعمل حاجة جديدة مهنية طيب بالنسبة لامورك العاطفية الوضع العاطفي بالنسبة لك هيكون فيه تحسين في الامور بشكل قوي ولكن حازر من التصرع وحازر من حالات الغضب اللي بتيجي بشكل مفاجئ او العصبية اللي بتيجي بشكلها يبرك لان ده ممكن يخسرك كتير حازر كمان من الوقوع في علاقات الطرف التالت اللي بشكل جديد مش بشكل قديم يعني انك تبتدي لسه فيه حد يحاول انه يوقعك او يزود يعني يقرب مننا فبالتالي يحصل مشاكل او الكلام ده كله او ندخل نفسنا في علاقات طرف تالت من خلال طرفك انت فقط يعني انت اللي عايز تقرب انت اللي بتجادل انت اللي عايز تسعى فخلي بالك لان الوجيعة من ناحيتين من ناحية الشريك بتاعك ومن ناحية الطرف اللي انت بتحبه بس من ناحيتك انت بس فدي نقطة مهمة جدا برج القوس برضو من الامور العاطفية بالنسبة للناس المنفصلين جزئية قليلة هيكون عايز هو يرجع فيه رجوع بس انت جزئية قليلة اللي عايز يرجع عشان يرجع عشان حابب الشخص ده لكن بصراحة جزئية الاكتر هي فيه رجوع للغة الانتقامة انتقامة او ان انت عايز توريهن احسن منك او افضل منك فعايز ان هو بس ان انت تظهر عنده على الشاشة كده عشان يشوفك انت ايه الجديد بتاعك ايه النجاحات بتاعتك عندك ده جدا عندك اشخاص انت حاولت تتقرب منهم ما عارفتش او فشلت في ده هيكون عندك محاولة اخرى ليه القربويز تزايد العلاقة او ترابط العلاقات ما بين احنا الاتنين فعندك ده بشكل قوي برج القوس عندك كمان فيه حاجة ليه علاقة بالمشتريات الالكترونية او التكنولوجية بتحاول تشتري حاجة ليه علاقة بموبايل جديد بتغير ريالاب بتصلى حاجة الالكترونية فعندك ده جدا جدا او حاجة بتساعدك فيه الوضع المهني يعني حاجة حديثة او حاجة اي ان كان بتساعدك فيه الامر المهني بتحوش فلوس عشان خاطر انت عايز تعمل حاجة واو بتشتري حاجة كبيرة حاجة قوية حاجة محتاجة منك مبلغ مادي قوي موضوع قانوني او قضائي انت ماشي فيه الدنيا هيكون فيها امر جدل كبير بس الامر الجدل الكبير حزر من عصبيتك ومن طاقة الغضب لان ده ممكن يخصرك لكن انت عندك انتصار بس بغلطة من العصبية او الغضب ممكن يخصرك فاهمينا نقصه دي يعني انت عندك اصلا انتصار بس لما تكون مرن اكتر وبكلمتك الحلوة وضحكتك اللطيفة الدنيا هتمشي وانت اللي هتنتصر بشكل ودي بشكل ودي يعني اقدر اقول ان عندك انتصار قانوني الاكثر هو بشكل ودي يعني الحل الامور مع بعضنا بشكل سوي يعني طيب ايه المهم؟ طبعا اعذروني على طريق سوتي لان انا حاسة يعني انا انا عن نفسي مش سمع صوتي مش عارفها بصراحة انتم سمعينه ايه فانا عندي برد فلاه في بداية بقى ان انا لسه البرد التاعي بيخف فصوتي بيعد يومين كده بالمنظر ده مش عارف انا عن نفسي سمع صوت وحش جدا المهمة فبرج القوس عندك كمان في حاجة مهمة جدا جدا ليها علاقة بي ان فيه اشخاص بتتكلم معك في امور مادية او حاجات ليها علاقة انا حقي ومشتحقي يعني انا ليا كام انت ليك كام عندك الوضع ده او النقطة دي فيها كلام كتير فيها جدل بس انت بتساعد حد او عندك فيه اعمال خير انت بتقوم بيها عندك حد انت ملزم بيها يعني فيه فلوس كمان انت بتدفعها لحد قادر اقول حاجة بسيطة او كتشبيهية للي بيحصل لنا الخير اللي انت بتقدمه هيعود لك الحاجة اللي انت بتعملها كويسة هتعود لك حتى لو حاجة بسيطة هتلاقي نفسك ايه ده انا عديت من الموقف ده او الموضوع ده جالي اكيد عشان بسبب ان انا قفت جانب الشخص ده او اكيد عشان انا عملت كذا كذا فعندك النقطة دي هتلاقيك ان انت بتقولها جوابانك كتير عندك كمان بقى اهتمام بيه الستايل واللبس والشكل وي وي هتكون بتهتم مظهرك جدا جدا مهتم انك تغير ديكور او انك تكبر من نفسك او تعلي من نفسك يعني بتحدس العربية بتاعتك بتحدس البيت بتاعك بتجيب حاجات جديدة ديكور او اللبس والستايل بتاعك اكسسوارات بتاعتك هتكون مهتم كمان بنظامك الغذائي ومشروباتك اللي ليه علاقة بيه الاعشاب والحاجات اللي هي مفيدة ليك او الفكهة او العصاير يعني فعندك ده جدا جدا برج القوس عندك فيه تميز احنا بنوصله فعايزة ان احنا نكون متفقلين جدا تفقلوا بالخير تجدوا يمكن يكون بس المشكلة بالنسبة لكم في الامور العاطفية برضو هي حالة اللي هو احنا مش عارفين معادة مش محددين حاجة نفسك كان يبقى الموضوع بدري ده بالنسبة للناس المخطوبين او ايا كان فانت نفسك ان حاجة تحصل اوي تربط علاقتك بالشريك اكتر واكتر بس حاسس انها بتتأخر لا عندك تحديد موعد بس تحديد الموعد ده ممكن يكون بشكل نهائي جزئيا يعني مثلا فرحنا يوم كذا كذا الشهر كذا حجزت لا لسه بس هو هيكون كده اللي هو انت قررت قرار نهائي بس لسه ما عملتش الفعل النهائي ده هيكون عندك موجود جدا برج القوس عندك برضو من ضمن الحاجات المهمة اوي ان انت هيكون في حالة من حالات التنزق او حالة جديدة او في حد هيكون بيشتري حاجة جديدة في موضوع جديد لحد في مولود جديد لحد في حاجة جديدة في حاجة ليها علاقة كنسبة هوا حلوة بتعدي عليك ليها علاقة بي ان انت هتسعد لسعادة الاخرين فدي نقطة مهمة مهمة جدا يعني كمان على فكرة ممكن يكون في حد هيترقف مكان وهيمسك منصب كبير حاجة زي كده فانت برضو هيكون عندك في الافتخار بيه ومن ناحية الافتخار انت فعلا بتفتخر بحد قريب منك جدا جدا وعايز تزود علاقتك بيه اكتر واكتر وتعمل علاقات وطيدة في موضوع حرق دمك الموضوع اللي حرق دمك ده ايه اللي هو كان فيه شخص او حد انت كنت عايز تقرب منه او عايز تمتلكه فجأة بتلاقي انه هو بيبعد عنك او مش قريب منك القرب اللي انت كنت متوقعه او الموضوع بقى صعب عليك شوية هياخد منك مجهود بتفكر كتير الموضوع ده عاملك بعض الارتباك ما خليك ان انت تفكر نفسك في امنيات كتير نفسك ان الشخص ده يخلص مش عارفة من مين عشان اقرب له وفكر له كده ونكبر نفسنا ايه يعني انت باقي على حد جدا جدا والحد ده ممكن يكون مش باقي عليك باقي على حد اخر وبالتالي الموضوع عاملك غصة كده في قلبك واجعك شوية فبالتالي انت بتحاول تخطط او تفكر ليه ازاي انت تكسب الشخص ده عندك النقطة دي بشكل جيد جدا جدا برج الكوس عندك انك هتكون عامل زي الاقصر ايمانا يعني روحانياتك كمان بتعلى وعندك ان انت في حاجة اي مش مشكلة او ربنا عندك حالة من الرضا بس بس في عندك انك هتتعرض للعصبية او حالات الغضب نتيجة الجدل نتيجة ان فلان انت مش عارف توصله بشكل قوي او ان في فلان مش راضي يسمع كلامك انت عايز لا انا اقول كذا اسمع كلامه يكون عندك الاحساس ده بشكل قوي جدا حازر منه حازر منه برج الكوس بحبوكم كتير كتير ما تنسوش اللايك واشتراك في قناة تفعيل الجرس اللايك